في عام 2001 أنفق تنظيم القاعدة نصف مليون دولار لتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر في حين تكبدت الولايات المتحدة أكثر من ثمانية تريليونات دولار في العقدين التاليين نتيجة لهذه الهجمات أي أن كل دولار أنفقه التنظيم كبد الولايات المتحدة ستة عشر مليون دولار خلال أكثر من عشرين عاما الصدمة التي أحدثها هذا الهجوم قلصت نحو نصف في المائة من الاقتصاد الأمريكي في 2001 وأدت إلى فقدان أكثر من ستمائة ألف وظيفة وقف حركة الطيران في الأجواء الأمريكية بعد الاعتداء بجانب تخوف الأمريكيين من ركوب الطائرات أدى إلى تكبد قطاع الطيران خسائر تجاوزت تسعة عشر مليار دولار خلال 2001 و2002 هذه المخاوف ترجمت إلى خسائر في قطاع السياحة الأمريكي بسبعة وعشرين مليار دولار وفقدان أكثر من ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف شخص لوظائفهم بين 2001 و2002 ولم يقل الوضع فداحة في وول ستريت التي أغلقت أربعة أيام بعد الهجمات وهي أكبر مدة منذ ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ففي اليوم الأول من التدولات بعد الفتح هبط مؤشر داو جونز بستمائة وأربعة وثمانين نقطة وهي أكبر خسارة يومية للنقاط في تاريخ المؤشر في هذا الوقت فيما سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي منذ الكساد العظيم بعد أن فقدت السوق الأمريكي أكثر من 1 تريليون و400 مليار دولار من قيمتها السوقية هجمات الحالي 10 من سبتمبر ستظل بين أسوأ الكوارث من صنع الإنسان التي غيرت شكل العالم الذي نعرفه اليوم